فيديو جديد وفيديو مميز عاوزة ارحب بيكم معايا في فيديو النهاردة هنشوف من خلال الفيديو ده مجموعة حديثة من الادوات المنزلية والافكار والحيل والمنظمات والاختراعات اللي هتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ واللي بتوفر علينا في الوقت والجهد وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة سواء في التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وطبعا في نهاية الفيديو كالعادة هقولك على الطرق اللي تقدري من خلالها تجيبي كل الادوات اللي انسي محتاجاها ولو لسه مشتركتيش في قناتي اتمنى انك تدعميني وتعمل اشتراك للقناة وما تنسيش كمان تفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ويلا بينا بقى دلوقتي نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف مع بعض الادوات اللي هتتعرض معنا في الفيديو ده وازاي نقدر ان احنا نستخدمها ونستفيد منها بعد كده هنشوف عندنا فرشة التنظيف دي زي ما انت شايفة كده معايا بتيجي معاها قطعتين عبارة عن اسفنج وفرشة تقدري تبدلي بينهم على حسب طبعا الحاجة اللي انت عاوزة تمضى فيها وتقدري طبعا تستخدميها في تنظيف حاجات كتيرة زي مثلا البتجاز او الرخام او الاطباق والحلل او تقدري طبعا تستخدميها في تنظيف السجاد او الاحزايا او مختلف الاسطح اللي بتكون عندك يعني هي بيكون لي هكذا طريقة في الاستخدام بعد كده هنا هنشوف مع بعض عندنا الاداة اللي تقدر ان انت تلمي بيها العجينة وتعجنيها بكل سهولة زي ما هو ظاهر دلوقتي كده قدامك من خلال الفيديو ودلوقتي هنشوف مع بعض عندنا حامل السرير اللوحي للموبايل تقدر ان انت تستخدميه للموبايل او تقدر تستخدميه للتابلت وطبعا تقدر ان انت تستخدميه بكذا طريقة زي ما هو ظاهر قدامك كده دلوقتي من خلال الفيديو وهنا هنشوف مع بعض عندنا فرشة التنظيف المارينة جدا دي طريقة تصميمها بتساعدك ان انت تنظفي بيها مختلف الاحزايا اللي بتكون عندك بكل سهولة بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا اداة التسبيت او الحامل اللي بيساعدك ان انت تنظمي بيه مختلف احجام الاطباق اللي بتكون عندك وغير كده تقدر ان انت تنظمي عليه بعض الادوات زي الليفة او الفرشة وهنا بقى عندنا القطعة او الحامل اللي تقدر ان انت تثبتيه على الجدارة عندك بكل سهولة وتنظمي بيه الشماعات او المشابك او تقدر ان انت تنظمي بيه المنازيل الرل او الفوط او اي حاجة تانية انت عاوزها يعني هو بيكون لي كذا طريقة في الاستخدام وهنا بقى معانا الجهاز اللي بيساعدك ان انت تعملي مختلف الاكلات على البخار زي ان انت تسوي اللحوم او الخضار او البيض او اي حاجة تانية انت عاوزها وهو بيجي مكون من 3 ادوار تقدر ان ان انت تسوي 3 اكلات على البخار في نفس الوقت وهنا هنشوف مع بعض عندنا مبشرة ومفرمة للخضار او الفكهة تقدر ان انت تستخدميها بكذا طريقة مختلفة تقدر ان انت تستخدميها لتقطيع الخضار او الفكهة او المكسرات بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا حامل او منظم صغير تقدر ان انت تسبتيه على حنفية المطبخ وتنظمي بيه لوازم وتنظيف الموعين زي الليفة او السلكة او تقدر تسبتيه على حنفية الدش بالحمام وتنظمي بيه الشامبو او الكريمات هنا معانا منظم لتوزيع السابون السائل طبعا تقدر تسبتي المنظم ده في المطبخ او في الحمام وتنظمي جواه سابون سائل الموعين واستخدامه سهل جدا وعملي بعد كده هنشوف عندنا مجموعة من الكطع اللي بتساعدنا ان احنا ننظم مختلف الاحذية اللي بتبقى موجودة عندنا جوا الجزامة بطريقة منظمة ومرتبة جدا بعد كده هنشوف مع بعض عندنا الغستالة الميني الحديثة اللي تقدر ان انت تغسل بيها الشربات او الملابس الداخلية او هدوم الاطفال او مختلف الهدوم اللي بتكون عندك وطبعا هي بتوسع معاك العشرة لتر من المياه وغير كده الغستالة زي بتحتوي على مجفف بيساعدك ان انت تجفي في كل الهدوم اللي انت غسلتيها واهم حاجة في الغستالة دي انها مش بتاخد عندك مساحة خالص في البيت وهنا بقى هنشوف مع بعض عندنا الجوينتي الجميل ده طبعا تقدر ان انت تستخدميه وتحمي ايديكي من مختلف ادوات ومواد التنظيف اللي احنا بنستخدمها دايما في التنظيفات المختلفة اليومية اللي بنعملها في البيت وطبعا ممكن تستخدميه وانت بتعملي مختلف الاكلات بعد كده عندنا الكباسة اللي بتساعدنا ان انا نحل كل مشاكل الهدوم او الاحذية وطبعا هي بيبقى ليها كذا طريقة في الاستخدام وكل طرق استخدامها دي هتشوفيها معايا دلوقتي من خلال الفيديو ده بعد كده هنشوف عندنا حامل لمختلف لوازم المطبخ زي السكاكين او المعالق تثبيته سهل جدا على الجدار وغير كده المنظم ده بيساعدك على توفير المساحة عندك في المطبخ وتقدر يتنظم عليه فيوة المطبخ هنا عندنا شكل من اشكال فتاحة الكنزة او العصائر وزي ما انت شايفة كده معايا استخدامه بيكون سهل جدا دلوقتي هنشوف عندنا مصفى طريقة تصميمها جميلة جدا تقدر ان انت تصفي من خلالها الخضار او الفكهة او المكارونة او الفراخ او اللحمة تقدر ان انت تصفي بيها اي حاجة انت عايزيها بكل سهولة بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا اداة مميزة بتساعدك ان انت تعملي من خلالها السجوء او تقدر يتحشي المنبار بكل سهولة تقدر يتعملي من خلالها الاكلات دي من غير ما تاخد منك وقت ولا جهده خالص وهنا بقى هنشوف مع بعض عندنا الجوينتي الجميل ده طبعا تقدر ان انت تستخدميه وتحمي ايديك من مختلف ادوات ومواد التنظيف اللي احنا بنستخدمها دايما في التنظيفات المختلفة اليومية اللي بنعملها في البيت بعد كده معينا منظم الاحذية طبعا المنظم ده بيجي عبارة عن كزا رف كده تقدر ان انت تنظمي بيه مختلف الاحذية بطريقة مرتبة جدا وده هيتاعدك ان انت تتخلصي من كركبة الاحذية اللي بتبقى موجودة عندك بعد كده هنشوف مع بعض عندنا مكوى للبخار حجمها بيكون صغير ومناسب جدا لاستفر يعني لو انت مسافرة تقدر ان انت تخطيها معاك في الشنطة مش بتاخد معاك مكان خالص جوه الشنطة وهنا بقى تعالي شوفي معايا عندنا ادالة تنظيف طريقة تصنيمها عملية جدا تقدر ان انت تثبتي عليها مختلف انواع المناديل واللي تقدر من خلالها تنظفي مختلف الاسطح اللي بتبقى موجودة عندك بكل سهولة زي ما انت شايفة معايا كده من خلال الفيديو بعد كده معانا الطبق ده وهو بيكون مصنوع من البلاستيك وهو بيكون خاص بالمساج تقدر ان انت تضفي له اي مواد بتفضلي ان انت تضفيها وطبعا استخدامه سهل جدا وبعد كده تقدر ان انت تقفليه وتخطيه عندك في اي مكان وهو حجمه بيكون صغير مش بياخد عندك اي مساحة في البيت هنا هنشوف مع بعضا عندنا اختراع جميل جدا بيساعدك ان انت تستخدمي كل مواد التنظيف اللي عندك بكل السهولة زي ما احنا شايفين كده هنا تقدر ان انت تستخدمي سائل تنظيف المواعين بطريقة سهلة وبسيطة زي ما هو ظاهر قدامك كده دلوقتي من خلال الفيديو وهنا تعالي نشوف مع بعض معايا مجموعة من الادوات اللي بتساعدك ان انت تشيلي كل الحاجات السخنة اللي بيبقى صعب عليك ان انت ترفعيها والادوات دي بتيجي باشكال مختلفة بتساعدك ان انت ترفعي الطبق او تشيلي الحلة او الصواني السخنة بكل سهولة هنا هنشوف عندنا الاداة او المفرمة اليدوية اللي تقدر ان انت تفرمي من خلالها التوم او الفلفل بطريقة سهلة وبسيطة جدا بعد كده هنشوف عندنا منظم للمطبخ تقدر ان انت تنظمي بيه السوسات او التوابل او الزيوت والمنظم ده بيجي عندك على شكل دائري كده تقدر ان انت تحركيه بكل سهولة وتختاري منه الحاجة اللي انت عاوزاها وطبعا تقدر ان انت تثبتيه عندك على الرخامة او فدلاب المطبخ بعد كده هنشوف مع بعض عندنا اداة لتنظيف الموعين والاداة دي بتيجي معاها كذا كتعة عبارة عن اسفنجة وسلكة في نفس الوقت تقدر ان انت تستبدلي الكتعة دي بكل سهولة وتنظفي من خلالها كل الموعين اللي بتبقى عندك وتقدر كمان ان انت تنظفي بيها الحوض او البتجاز ودلوقتي احنا شوفنا مع بعض مجموعة متميزة جدا من المنتجات والادوات الحديثة والاجهزة المنزلية الزكية اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ وغير كده كمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة زي التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وكمان بتوفر علينا في الوقت والجهد وهي في الحقيقة ادوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة وبتسهل علينا الحياة اليومية وشغلك في البيت وكمان وضحنا ازاي نقدر نستردم الادوات دي وازاي نقدر ان احنا نستفيد منها بكذا طريقة مختلفة كملي الفيديو معايا لانهيته عشان تشوفي معايا باقي الادوات اللي هتتعارض في الفيديو ده وتقدر ان انت تعرفي ايه هي الحاجة اللي انت محتاجاها لبيتك والمطبخك وهقولك دلوقتي ازاي تقدر تحصلي على المنتجات والادوات اللي شفتيها معايا بالفيديو ده بكل سهولة بطريقة سهلة جدا وبسيطة ولو الادوات اللي اتعرضت بالفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج بالفيديو ده تقدر اني تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو الادوات اللي اتعرضت بالفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج بالفيديو ده تقدر ان انت تكتبيلي في خانة التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو عايزة تشوفي ادوات منزلية جديدة وافكار تانية كتير ما تنسيش تدوسي اشتراك وتفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يفصل لك اسعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ودلوقتي بقى بعد ما تكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن كل المنتجات المتميزة اللي اتعرضت معانا بالفيديو ده هقولك ازاي تقدري تحصلي على المنتجات اللي شفتيها معانا بالفيديو ده والادوات اللي محتاجاها في بيتك او في مطبخك وهقولك عن الطرق اللي تقدري ان انت من خلالها تجيبي كل المنتجات والادوات دي بكل سهولة تقدري ان انت تجيبي المنتجات دي بتلت طرق وطبعا تقدري ان انت تختاري الطريقة المناسبة ليكي على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه خب دياتا كده اول طريقة لو انت عاوزة طريقة معتمدة فتقدري ان انت تجيبي كل الادوات دي عن طريق تطبيق عليكسبريس او تطبيق امازون او تطبيق بنجود او تطبيق اي باي او تطبيق نون بالنسبة لأسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة وطبعا بتعتمد على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة بيبقى لها سعر مختلف اما سعر مصاريف الشحن فده طبعا بيعتمد على حسب المكان اللي انت بتكون موجودة فيه يعني مثلا تكلفة الشحن للدول العربية غالبا بتكون غالية شوية اما مصاريف الشحن الفرنسا او امريكا او الدول دي بيبقى سعر الشحن لها منخفض شوية وبيكون في دول الشحن فيها مجاني فاعتقد ان الطريقة دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتوا بتكونوا متواجدين فيه بعد كده عندنا الطريقة التانية اللي ممكن تسهل عليكم او تحللكم مشكلة تكاليف الشحن وهي بتكون الانلاين على صفحات الفيسبوك او الانستجرام وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبقوها عن طريق الانلاين على السوشيال ميديا وبتقدري تطلبي منهم المنتجات والادوات اللي انت عاوزاها وبتوصلك لحد باب البيت بمصاريف الشحن على حسب المحافظات وطبعا مصاريف الشحن بتاعتهم بتبقى منخفضة وحلوة جدا مازاي مصاريف شحن التطبيقات اللي قلتلكوا عليها وعاوز اقولك ان طريقة البحث على الصفحات دي بتكون سهلة جدا بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك او الانستجرام عن الادوات المنزلية وبتقدري توصلي لها بكل سهولة اما بالنسبة للطريقة التالتة فهي المحلات الموجودة عادي في الاسواق الكبيرة او في المولات اللي بتبيع المنتجات والادوات دي زي كرفور ورانين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالادوات المنزلية والاجهزة وجهاز العرايس بس كده دول الثلاث طرق اللي تقدري ان انتي تحصلي منها على الادوات دي بكل سهولة وياريت طبعا لو اي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي اتمنى انه يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويقدر انها يوصل لها بكل سهولة وبس كده ده كان فيديو النهاردة اتمنى ان الفيديو ده يكون عجبكم ولو الادوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم اتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة دي بتضغط على زر اللايك والاشتراك ولو عندك اي استفسار في اي حاجة تقدر ان انتي تكتبيلي في خانة التعليقات وهرد عليكي في قرب وقت اسيبكم في رعاية اللي